أحسن الله لكم قضيلة الشيخ هذا السائل ميم 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 يقول أرجو الرد على سؤال مأجورين بأنني جمعت زوجتي قبل أداني الفجر في رمضان ولكن لم أتطحر إلا بعد الفجر بأكثر من ساعتين فأرجو إفادتي هل علي تفارة؟ ليس علي تفارة ما دام الجماع وقبل الفجر وإنما تأخر الارتسال أيجوز أن تصوم وأنت غير مغتسل عليك جنادة لأنه لا يفترق للصيام الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب فيصوم عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل وهذا يوخذ من إشارة قوله تعالى لا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حيث أباح الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ويلزم من هذا أن الإنسان يصبح جنوبا لأنه أبيح له الجماع إلى آخر لحظة من الليل فيلزم من هذا أنه يصبح جنوبا وهذا هو الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يبقى عليك لماذا تؤخر الارتسال إلى ساعتين أو أكثر من ساعتين بعد الفجر والواجب عليك المبادرة لصلاة الفجر والساعتان أو أكثر يخرجان الفجر عن وقتها ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها ولا يجوز ترك صلاة الجماعة في المسجد فعليك إذا صمت على طلوع الذجر أن ترتسل وتبادل بالتطهر ثم تذهب إلى صلاة الجماعة وتؤديها في المسجد